السلام عليكم أعزائهم شاهدين أهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناة من غير منتاج أنا يعني فكرت كتير قبل ما أعمل الفيديو ده هل أكتبه هل أزبط سكريبت هل أجيب أكتر من كاميرا حوالي وأخلي الفيديو ده أكتر بس بص من كتر ما أنا عاد تفكر في عمل الفيديو ده إزاي عمله لقيت نفسي في الآخر إن الموضوع بتاع الفيديو ذات نفسه هو جاي من من القلب خلينا نقول لأن أنا عاوز أتكلم في الموضوع ده معاكم فقلت خلاص أحسن حاجة ممكن أعملها هو إني أشغل الكاميرا وبس أتكلم معاكم علشان أنا شايف إن ده موضوع يعني مثير الاهتمام جداً وفيه حاجات عايز أقوله وعايز أن أقشكم فيها فبس ده اللي أنا بعمله دلوقتي فخليوهني أتكلم في الموضوع وخليني بس فهمكم مرة تانية الحاجة بالضبط اللي القناة دي بتعملها وليه أنا عاوز أتكلم في الموضوع ده نبداياً لو أنتو أول مرة ليكم منوا على القناة احنا بنتكلم منوا عن الأفلام عن المسلسلات عن الانيمي ولو أنتو راجعين للقناة وانتو من المشتركين شكراً على دعمكم ولو أنت فرج وانت مش مشترك اتأكد أنت مشترك في القناة ومشغل كل التنبيهات شناله لو ما ينزل فيديو جديد هيوصلكم على طول وهيعجبكم إن شاء الله المحتوى اللي بيتعمل هنا فكرة مراجعة الأفلام أو تحليل الأفلام أو نقد الأفلام ليه ده يعتبر حاجة وليه ده يعتبر حاجة أنا شايفها بالنسبة لي وفي نفس الوقت هو حاجة جداً جداً ممتعة خلينا أقول له مبدئياً أي عمل سواء كان فيلم سواء كان مسلسل سواء كان فيديو على اليوتيوب سواء كانت رسمة كانت قطعة مزيكة وهكذا 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 أي شيء الإنسان بيعمله بيكونه بشكل إبداعي في إبداع سواء أنت كان عاجبك شيء ده أو مش عاجبك شيء ده خلينا علشان بس نبسط الموضوع نحط عليه كلمة الفن ده يعتبر فن مين اللي بيعمل الفن ده؟ الموضوع منطقي جداً الفنان هو اللي بيعمل الفن ده فعشان نلخص الموضوع دلوقتي أي مخرج أو أي منتج أو أي حد بيصنع عمل سواء كان فيلم مسلسل وتفر ده بيعمل الفن فين المتعة بقى في الحاجة اللي إحنا عملين نتكلم عليها دي لها متعة تحليل الفن ذات نفسه إحنا دلوقتي زي ما قلنا أن الفنان عنده رؤية معينة سواء كان رسام بقى ولا حاجة أنا عايز أرسم الرسمة دي مخرج الفيلم أنا عاوز أصور الفيلم ده أنا عايز أجيب الشخصيات دي عايز الشخصيات دي تتكلم مع الشخصية التانية بالطريقة المعينة أنا عاوز بتاع الفيلم بتاعي يكون موجود فيه المستقبل البعيد وفيه طيارات بتمشي مش من الهوى بس بل بتلافتيت كده وبتخلع في العالم رؤية فن معنى لما مثلا حد زي كوينتن تارنتينو يعمل فيلم زي انجلورياس باستردز فيلم بيتكلم عن اليهود في فترة ما في الحرب ولكن في عالم خيالي من دماغه هو اللي فيه مجموعة من بعض اليهود كده كانوا بيروحوا وبيقتلوا النازيين من تحت التحت حاجة زي كنا وحصلتش في العالم الحقيقي ولكن دي رؤية فنية من عند كوينتن تارنتينو حاجة بس هو اختراها من دماغه في القصة بتاعته وعملها في الفيلم ده من الفيلم في حاجات كتيرة كوينتن تارنتينو عاوز يقولها في حاجات كتيرة عاوز يعلق عليها فكرة ان هو يجيب مشهد لهتلر وهو بيموت جوه المسرح وهو قاعد بيتفرج على فيلم البروباجندا دي اكيد مية في المية لها معنى وكوينتن تارنتينو عايز يوصلوا فكرة من الليلة دي كلها واللي انا بعمل في الفيديو ده ان هل تفسير العمل الفني يقع عند الفنان؟ انا بصراحة من وجهة نظري شايف ان لأ الموضوع ما بيكونش بالبساطة خلينا نخلع كدهو شوية ونروح عند عالم الانيمي تمام ونتكلم عن الانيمي زي هجوم العمالقة انا مش احلق حاجات يعني لو انت متفرجش على الانيمي ولكن هجوم العمالقة انت لما تتفرج على الانيمي او تقرأ المنجل اول مرة هي تبني ان هي قصة يعني بسيطة مش بسيطة بس سهل فهمها ناس عايشين في مكان وبرى المكان ده في ناس عمالقة عمالقة ادي كده انت عندك خطر كبير والقصة دي هي رحلة البشر عشان يهزموا الخطر اللي موجود برا تمام؟ بعد كده قدام شوية في القصة بنفهم حاجات تانية زي هادة وبنفهم لعب السياسة اللي من خلف الكواليس والكلام ده كله دلوقتي بقى انت ممكن تبص على القصة دي ان هي قصة شعب متاخد الحرية بتاعته وعاوز يناضل ويحارب عشان يسترجع الحرية مرة تانية انت تقدر تقارن ده بحاجات بتحصل جوه العالم الحقيقي تقول اوكي اسياما الكاتب والشخص اللي عمل اتاكن تايتن اصدوا بالحتة دي ان هو يعمل تعليق على حالة شعب معين عايش في العالم ده وان شفتوا ازاي في الحرب العالمية التانية لما كان في مشاكل بتحصل وكان حاطيني الناس جوه فاص وكانوا مبهدلينه وشوفوا دلوقتي لما هم جموا عملوا الثورة على الانظمة كلهم اوكي 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 ثانية واحد ثانية واحد احنا زي وصلنا الهنا انت هتروح تسأل اسياما ذات نفسه اسياما هيقول لك لا انا ما كانش قصدي الموضوع ده بالمناسبة انت هتروح تسأل كونتين تارنتينو ذات نفسه هيقول لك لا انا ما كانش قصدي الموضوع ده انا بس كان قصدي ان هيكون حاجة جدا كول لو هتلر انا موته في الفيلم بتاعه وهنا يجي اللابس ممكن نسميه إن حتى لو الفنان كان قصده حاجة وكان واضح جداً أنه أنا عملت الشيء ده علشان السبب ده فقط ولكن فيه مشاهد تاني فهمه الطريقة تانية ده ما ياخدش من حق المشاهد العادي أنه هو يفهم زي هو هو عايز يفهمه المثال اللي دائماً بيتقال هنا إن دلوقتي أنت عندك مدرس انجليزي حلو الكلام مدرس أداب في الإنجليزي وبيشرح لك بقى كتب إنجليزية قديمة بعد شارلز ديكنز وكلام ده وفي الكتاب مكتوب وفي الغرفة اللي بيحصل فيها الأحداث كان لون السطارة أزرق مدرس الإنجليزي يشرح لك السبب اللون السطارة أزرق ده بيسيمبلايز أو ده يعني ممكن تقول إيه بيدي معنى للحرية اللي موجودة خلفها دي السطارة تروح عند الكاتب ذات نفسه الكاتب هو بيشرح كتابه يقولك أنا حطيت اللون السطارة أزرق عشان ما كانش فيه حاجة عندي أحطها فبس كتبتاعة السريعة كده هو ومشيت عشان أكمل القصة بتاعه وده بيحصل كتير في عالم الفن إن الفنان ما يكونش قاصد الشيء المعين ده ولكن المشاهد أو المستقبل لهذا العمل الفني يفسروا بطريقة مختلفة أو العمل ده يتكلم معاه بشكل مختلف طب دلوقتي تمكن تقول إن لو كان الموضوع كده يبقى أي حاجة في الدنيا أنت ممكن تاخدها وتقعد تفسر فيها وتقعد تعمل لها إيه تفسير وانالايزينج أوفر زيادة عن اللزوم وبرضه هتطلع معنى من حاجة مش موجود فيها معنى فمن هنا هل بس عشان عمل فني أنت تفضل صهران عليه 24 ساعة وتحاول تقفش كل تفصيلة صغيرة وتحلل فيها وتربط وتطلع بنظريات من دماغك هل ده يخلي العمل ده حلو طالما إن المخرج ممكنش قصده كده من البداية والإجابة على السؤال ده بكل صراحة الموضوع يعتمد الموضوع يعتمد على المشاهد أو الشخص اللي بيستقبل العمل ده وبصراحة الجزء ده من الاستمتاع بأي عمل فني دي حاجة أنا بحبها هو أيوة الشيء الطبيعي والعادي من أي عمل فني لما أنت تستقبله أن أنت تفرج عليه أول مرة ومن غير ما تفكر كتير ودي حاجة اللي أنا بحب أعملها أن أي فيلم أي مسلسل أي حاجة أتفرج عليه أتفرج عليه أول مرة وأنا مش شغل دماغي أنا بستمتع بالقصة اللي بتتحكي قدامي ومش عايز أقرى زيادة أو أقفل عيني كده هو وركز في حاجات موجودة تفاصيل هنا وهناك لا أنا بس بستمتع بالقصة النسخة الفانيليا بتاعتها إمتى بقى المتعة تيجي لما تتفرج مرة كمان وتتفرج مرة كمان وتتفرج مرة كمان ساعات هتقدر تلقط حاجات واضح جدا أن المخرج كان مخبيها والناس اللي عملوا العمل الفني ده كانوا مخبيينها ودي هي الرسالة اللي عايزين يوصلوها مرات تانية هتقدر تربط حاجات ببعض وتلعب لعبة الـ odds أو لعبة الحظوظ اللي هو يا إما كان قصده كده يا إما ما كانش قصده كده في كل الأحوال كان قصده ولا ما كانش قصده مش مشكلة لأن ده جزء من المتعة إن إزاي العمل الفني ده اتكلم معاك إنت إزاي العمل الفني ده إنت قدرت تتفسره وبالنسبالي الشيء اللي يقدر يتكلم مع ناس كتيرة بطرق مختلفة ده هو الفن سواء إنت هتروح لـ enemy زي death note وتفسر الـ enemy ده إن هو قصة عن شاب في المدرسة لأ مفكرة موت وقاعد يكتب فيها لحد لما ما تعرفش إيه اللي حصل وإيه مصيره قدام أو تاخد الـ death note والضمار اللي بيحصل ده كتعليق عن القوة اللي موجودة عند ناس عايشة معانا في الكوكب ده وقدي إيه القوة ممكن تخرب البشر اللي اتنين صح واللي اتنين حاجة زي الفل تمام مش مطلوب منك إن انت تـ over analyze ولا مطلوب منك إن انت بس تفهمها بالفهم الفانيليا اللي انت مستريح معاه مع استقبالك للعمل الفني ده هو الشيء المهم وده برضو يودينا للمشكلة اللي موجودة عندي مع المنتجات المصرية أو الأعمال الفنية المصرية سواء كانت من أفلام سواء كانت من مسلسلات سواء كانت من أغاني وأنا بتكلم دلوقتي على الحاجات اللي هي منستريم جدا اللي هي الحاجات اللي جدا جدا مشهورة اللي معمولة اللي عامة الناس هو أكبر شريحة من الناس أنا بتكلم عن حاجات زي مسلسلات رمضان برامج المقال بتاعت رمضان أو الأغاني البوب اللي جدا جدا مشهورة في مصر كتير من الحاجات دي عارفة إن أكبر شريحة موجودة في مصر وفي العالم العربي ما بيتشغلش دماغي أو فكرة مراجعة الفن أو القراية ما بين السطور والكلام ده فعلشان كده هتلاقي كتير من الأعمال دي جدا جدا ماشي يا دغري جدا في وشك ما بيروحش ولا يمين ولا شمال أنا عندي رسالة معينة الرسالة دي خدها بكل بساطة وبكل وضوح وطبعا مش كل الأعمال بتعمل كده ولكن معظم الأعمال بتعمل كده من هنا الاعتماد ما بيكونش على القيمة الفنية للعمل على قد ما بيكون قد العمل ده يقدر يدبع منه كتير فبدل ما تقيم الحاجات اللي المخرج عاوز يوصلها بس ما بيقولهاش بكل صراحة لا أنت بتقيم الفي ده هيدحك ولا لا أو تحط كام الفي في الخمس دقائق في مقابلة كونتن ترنتينو كان بيتكلم يعني الطريقة اللي هو بيكتب بيها الأفلام بتاعت إنه هو في الأول خالص بيكتب القصة وبيكتب الديالوج والكلام اللي الشخصيات بتقوله كل حاجة وما بيفكرش وهو بيكتب عن الساب تكست يعني ما وراء القصة زب نفسها ما بيشغلش باله بالموضوع ده بل بس بيكتب القصة بتشوف القصة هتوديه لحد فين بعد كده بيقوم راجع بيكتشف إيه الحاجة إيه الحاجة اللي عقله الباطل كان بيحاول يقولها ومنها بيعد يزبط القصة علشان يقدر يوصل الرسالة اللي هو عاوز يحكيها أو يدي للقصة بتاعته ثيم أو ثيمة عمتا كده للحاجة اللي هو بيكلم عليها إنت ممكن بكل بساطة تقول إن هانتر هانتر هو بس عبارة عن قصة ولد بيحاول يدور على أبوه ولكن برضو إنت ممكن تقول إن هانتر هانتر هو قصة قد إيه البشر كائنات مدمرة مدمرة بشكل مش طبيعي إنت ممكن تاخد الأرك الجديد اللي موجود في المنجا دلوقتي بتاعت هانتر هانتر إن هو بس مجرد رحلة من مكان في العالم إلى مكان في العالم جديد وبرضو ممكن تفسر ده على إنه تعليق عن المستويات اللي موجودة في المجتمع في حاجات ووضح إن الفنان عاوز يوصها من القصة بتاعته ولكن ما بيقولهاش بصراحة فبيحطها في بتاع القصة وفي حاجات تانية بتكون متسابة للانتربرتيشن بتكون متسابة لتفسير كل واحد ومن هنا تيجي المتعة بتاعة النقاش في الأعمال الفنية وعشان كده أنا شايف إن ان انت بس تقعد تتكلم على أي عمل فني فيلم مسلسل اي حاجة النقاش بتاعها دايما هيكون جيد لأن الفن شيء مش مقفول على بعض مش المفروض إنه يكون حاجة جدا جدا مستقيبة بل أنا شايف إن من أكبر الغلاطات اللي أي مخرجة وأي فنان يقدر يعملها إن هو يفسر العمل بتاعه لأن أنت عملت الفن بتاعك بعد ما تقفل على الفن بتاعك لازم أنت يكون عليك اللعب إن أنت لو عايز تقول حاجة بكل وضوح تكون حاطة دا في العمل بتاعك لو أنت عاوز تخلي حاجات فيج واللي يفهمها يفهمها وكل واحد يفهمها بطريقته تمام بس لو أنت فسرت العمل بتاعك كامل انت كده هتاخد المتعة مني هتاخد متعة الاستمتاع بالعمل الفني دا وعرف إزاي هو هيكلمني وهيتحداني ومن هنا هيقل من الايمة بتاعته بالنسبة لي وأيوى الموضوع دا ينفع يتطبق مع أي عمل فني سواء كان حاجة بوب كورن جدا سواء كانت حاجة منستريم سواء كانت حاجة نيش وأفلام مهرجانات ومش عارفين كده أي حاجة لو أنت تفرجت عليها مرة وحبيت تتفرج عليها مرة تانية وفي المرة التانية وانت قاعد تتفرج لاحظت حاجات وحسيت أن لقى فيه حاجة تانية موجودة غير اللي أنا شايفه دي هي المتعة دي هي الحاجة النقاش عن الأفلام التحليل بتاع الأفلام المراجعة بتاعة الأفلام مبنية عليها مش بس الحاجة السيرفس ليفل اللي بس بينه قدامك لا إنك تدخل ليفل تاني قدام وتشوف إيه الشيء اللي بيكلم اشتركوا في القناة